السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتمنى ان شاء الله كلكم احبائي تكونوا باخر وعلى خير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن احوال وبصحة جيدة. كما تشوفوا اليومات قسمت معكم كيكا رائعة في الماداق في المندر بثلاث طبقات يعني احسن بكثير بالكيكات اللي تلقاوهم باغلى ثمن في المحلات القبرى وغادي تجربوها وغادي تستفدو زيان من هاد الفيديو هادا وجربوها وما غاديش تندمو عليها ان شاء الله القلاسة جديلها الروعة يعني بحلا ميغواغ بثلاث طبقات الكيكا كذلك. غادي ندخلو ان شاء الله في المقادير واللي ما اشترك شي دخل القناة ديالي اشترك مرحبا والف مرحبا واللي ما ادارش لايك يدير لايك لفيديو هاكدا يتوصل باي جديد في القناة ديالنا. المقادير سهلة وبسيطة جدا موجودة في كل مطبخ زوج بيدات بزوج بيدات ديرو كيكا عائلية رائعة ديرو انا بالنسبة للسكر ما كان كترش فيها سكر حيط فيها الجلاسة جفيها حلوب شوكولة فيها الكريمة بسكر كذلك ترت فيها غيز وج معالق ديال سانيدة والحليب فيها ستة المعالق ديال الحليب ورشيشة ديال الملح باش نقدو الدوق ونخلطو بالميكسور اللي ما موفرش عندو الميكسور يدير اه يدير حتى المولينيكس فاش كان تحنو العسر باي حاجة المهم خاص الخاليط القوام ديالها يكون مرغوي كما تشوفوا غدي تلقى الرغوة ديالو بعد نزيدو النواشف المقادير كاملة غدي تلقاوها بالجرام في الصندوق الوصف او اللي بغى يعبر بالمعالقة غادي يعبر ستة المعالق الزيت ستة المعالق من الحليب وفي هاد الكيكا هدي وستة المعالق فارينا وثلاثة ديال معالق من الكاكاو هنا غدي نزيدو الفارينا مغرب لكن ما تشوفو نزيدو ستة المعالق بالنسبة للزوج ديال البيضات وستة ديال المعالق اللي بغى تتعبر بالمعالقة يعني اسهل ما يكون اللي ما منفرلهاش الكاس ديال العبر او اللي الميزان تعبر بالمعالقة كما تشوفو هاي الاكوية غا سوب باش كان اكلو الكسكسوب المعالقة يعني كبيرة مش صغيرة كما تشوفو هنايا درس ثلاثة ديال المعالقة عمرين يعني غا في الهزان بقيت نهز صغير بالنص درس ربعا ديال المرات اما اللي عمرت المعالقة ديرو ثلاثة عمرين بلكاكا والخام وصاشيات ديال خميرة الحلويات فيها احداش القرام النواشيف كاملين كما تشوفوه عاودت لهم درتهم باش ينتمجوا مع بعضياتهم في الغربال ونزيدوهم على الخالط ونخلطوهم انا خلطوهم بسباتوي هنايا باش بلا ما نطفيو هاديك الرغوة ديال البيض اللي خلطناها في الأول نخلطوهم زيان حتا نحصلو على واحد الخاليط متجانس كما تشوفو هنايا الخالط كامل جانس وعادي نجيب المول انا ديجا درت له دهنتو بالزبدة ودردرت عليه الفرينا ونخلو فيه الخالط نحاولو نعليو داك الصلاة ديه باش الخالط يعني يخوه مزيان في المول انا المول ديالي عندي فيه ستة وعشرين على ستة وعشرين سنتيمتر يعني كتجيكم هاد الكيكا حتى في المول ديال 30 على ستة وعشرين ما غاديش تجيكم يعني رقيقة لا غادي تجيكم هي هاديك في السمك ديالها وخا يكون شوية كبير على ستة وعشرين ثلاثين غادي تجيكم هي هاديك هاكدا غادي ندخلو هالفران بارد على مية وتمانين درجة واحد عشرين دقيقة حوالي عشرين دقيقة نشتعلو من فوق ومن تحت هلا هنا كما تشوفو هني نوجد باش خادي نسقي الكيكا فاش نخرجها من الفران عندي الحليب درت الحليب واحد شوية ديال نسكا فيه اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش المهم غير الحليب هايا كي خرجت الكيكا كما تشوفو سقيتها يعني الحليب بارد والكيكا سخونة وحنا يا غادي نوجدو الكريمات طبقة يعني ثانية غادي نديرو لك خيم فخيش اللي عاقد ماشي اللي جاري اللي عاقد ستد المعالق يعني اسهل ما يقوم وتوجدوها في اسرع وقت ستد المعالق ديال لك خيم فخيش اللي عاقد هنزيدو عليها اه هنا بالنسبة لي استعملت سكر غلاسي ملاحسن اللي متوفر عندها سكر غلاسي تستعملوه اضعت ثلاثة ديال المعالق كما تشوفوا واللي ما متوفرش عندها سكر غلاسي تدير سكر سنيدة حبيبات رقيقة باش تدوب ضغية مع الميكسر هنا كما تشوفوا اضعت الشوكولة كوبيل بالنسبة لنا احنا احنا عندناني سكويك ما نعرفوش كينا في شي دولة اخرى المهم الشوكولة اللي كان نشربوا بها الحليب في الصباح اللي كان خلطوها مع الحليب نشربوها هي هذه كما تشوفوا معا سكر غلاسي زوج المعالق معا الكريم فخيش اللي عاقد ونحركم زيان كما تشوفوا الباتر هنا ضروري من الباتر هنا ضروري من الباتر لانما تجيكم شب حاجة اخرى باش تطلعوها مزيان باش تطلع لكم الكريمة تجيكم رائعة جدا في الماداق في المندر يعني جربوها ما غديش ندموع لها الكيكا وكتوجد في اسرع وقت انا يعني بحل الباتر اللي كان ديرو دائما وكيستقلي مزيان كان تقسمو معاكم هنا طلعنا كما تشوفوا الكريمة ديانا حتى غادي توقف مزيان والكيكا ديانا جبناها راها ديجا مسقية كما تشوفوا نحطوا عليها الكريمة ديانا حاولوا نزعوها كلها كما تشوفوا حتى لاتخيم فخيش استعملت ستاد المعالق يعني هادي الكيكا هادي كاملة ستاد المعالق اللي وغادي تعبر بالمعالق وغادي تلقوا المقاييس بالجرامات في صندوق الوصف بالنسبة بالجرام كين مئة وعشرين جرام ديال الكريمة فخيش كما تشوفوا نوزعوها كاملة وغادي نديروها في الفريقو نخليوها تبرد واحد ربع ساعة بيد ما نوجدو القلاساج القلاساج انا قدرتو بشوكولانوار قدرتو بلا كريمة انجليز واحد لوغو اللي بغا يزيد لوغو ديال نسكافي يزيدو اللي ما بغاش لوغو متاع نسكافي ما يديروش ولا كريمة انجليز البنات راه روعة في القلاساج كيعطي واحد لابغيونس ما نقول لكم شعليه يعني هنا عندنا موجود انا استعملت نص من هاد العلبة ديال مئة وخمسة وعشرين جرام استعملت من ها النص وكيما تشوفو درتو واحد نص كوية كافي غي واحد شوية واحد نقها يعني عطيت هادي النيس كافي وغادي نزيد شوكولان واغ باش تعطيتك اللون يعني الاسود الداكن وفي نفس الوقت فيتامين كما تعرفوش شوكولان واغ هي غنية بالكاكاو هاكدا نخليوها الدوب والا لاصوس كما تشوفو الكي كاديا نخرجتها من الفريقو نحاولو نوزعو عليها القلاساج كامل ونوزعوها للفريقو يعني اللي تكون مزروبة تديرها في القنجيلاتور واللي ما تكونش يعني عند واللي عندها الوقت تديرها غي في الفريقو واحد اا خمستاش دقيقة كما تشوفو هنا يا روعة تقسموها كيف مما بغيتو انا درت دي قرون مغسو درت مرسويات كبار بالنسبة لكم تبغيوا تديروا مرسويات شوية صغار كاتخرج لكم تناش المغسو تناش المغسو واللي دير مرسويات كبار كما انا درتهم كبار يعني خرجتلي سعادية اللي مغسو بعضتين وكما تشوفو المقادير ديالها بسيطة جدا ورائعة في الماداق يعني احسن ما تشريوها في المحلات الكبرى تجدوها عندكم في الدار تفرحوا بها وليداتكم كما تشوفو الوليدات كيبغيوا لوغو ديال الشوكولة بثلاث طبقات روعة جربوا هاد الكيكا هاد على حسابي وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله